شكل المعسكر الاهلاوي بقى النادي الاهلي دكتور احمد اوعاب لطبيب الفريق اكد خلاص الحمد لله ان كل لاعب الفريق جاهزين لمباراة بكرة ايمن اشرف قلنا هنا من حوالي عشر تيام بالزبط قلنا ان شاء الله ايمن اشرف عنده فرص كبيرة انه يكون موجود يلحق بالمباراة وقتها كان البرنامج ماشي بشكل جيد جدا ايمن اشرف نزل تدريبة امبره مع الفريق ان شاء الله يكون متواجد حتة بقى مشاركة ايمن اشرف او عدمها دي مرتبطة مستر مسماني هو ليه حق الاختيار التشكيلة الاسسية بتاعته زي ما احنا شافين واحد من نجوم النادي الاهلي ايضا علي معلول علي معلول الحمد لله شارك في المباراة الاخيرة موجود بكرة في المباراة حالكه البدنية جيدة بدر بنون برضو موجود بكرة بشكل جيد جدا موجود فيه دفاعات النادي الاهلي الحالة المعنوية مرتفعة بكرة بشكل كبير جدا عند لعيب النادي الاهلي شفنا كانت نغمة سيدة خلال فترة السابقة ان المباراة سهلة لنادي الاهلي المباراة محصومة لنادي الاهلي مفيش بكرة الكلام ده وده واصل للجهاز الفني واصل ليه لعيب النادي الاهلي وده الكلام دايما اللي حريص عليه الكابتن محمود الخطيب بووصله دايما للعيبة دي مباراة مهمة جدا لينا اهداف فيها مهمة جدا هقول لحضراتكم الأهداف بعد ما نشرح برضو المعسكر واللعيبة محمد الشناوي نضم خلاص محمد شريف مجد أفشة أكرم توفيق أيمن أشرف كل لعيب عمر السلية كل اللعيبة موجودة فيه معسكر المنتخب المعنوات مرتفعة جدا محمد الشناوي قائد الفريق برضو يعني كان عنده اجتماع مع اللعيبة واتكلم مع اللعيبة مع عمر السلية إزاي البطولة دي مهمة للنادي الأهلي مهمة للجيل ده الجيل اللي بدأ يحفر اسمه في تاريخ النادي الأهلي